بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ازيك يا حبيبي عاملين اي يا رب تكونوا بألف خيرة النهاردة زي ما انتو شايفين كده هنعمل مع بعض لحمة بالبطاطس بس تحفى بصراحة يعني اطعم لحمة تكليها يعني تقدر يتقول عليها كباب حلة شوية ممكن لو شلت البطاطس بكباب حلة بس بطريقة فضيعة وطعم ولا اروح من كده وشكلها يعني مش عايز اقول لكم شايفين عاملة ازاي؟ ودايبة كده دوب مستوية والبطاطس مستوية وفي نفس الوقت يعني محتفزة بالقوام بتاعها ما تتهرتش ولا تكسرت ولا اي حاجة من دي دي مستوية ودي مستوية كل حاجة مع نفسها شايفين عاملة ازاي؟ انا حبيت اقولها لكم قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم شكلها كده مش هقول لكم تعموها طبعا عشان انتم مدقتوهاش لو عجبكم شكلها عملوا لايك واشتركوا في القناة يلا نشوف الطريقة نشوف عملناها ازاي هنا بقى ده الدهن او الشحم او زي ما انتم بتسموه بقى اللية بتاع اللحمة يعني من عندك الزر انا بحب يعني بحب اطبخ بيه احسن من الزيت وطعمه بيبقى احلى وتلاقي الطعم ما تغيرش من الزيت او اي مادة دهنية تانية انت بتحطيه انا بحب بحط دوما على الزيت ده زي ما انتم شايفين كده حط الاول يسيح اوعي تحط عليه بصل او لحمة او اي حاجة قبل ما يسيح ويجيب الدهن والزيت اللي فيه لو حطيت عليه اي حاجة هيفضل ثابت مش هينزل السويل اللي فيه فاحنا هنحمره الاول كده ونشوحه كويس جدا لما يجيب السويل او الزيت اللي فيه وبعد كده هننزل عليه بمعلقة من الزبدة زي ما انتم شايفين كل حاجة قدامكم كده هننزل بقى بقطع اللحمة بتاعتنا قطع قطع كده تاغط صدمة مش عايزين ننزل بها كلها دفعة واحدة يعني عايزة كل حتة فيها تاغط صدمة من الدهن او من زيت بتعمها وممكن لو عندي كيش الدهن ده عادي ممكن تعملي بزيت او زبدة حسب ما انت بتستخدم المادة دهنية التحقيق نسيبها كده بقى تشوح مع نفسها لما شايفين البكبكة والكده هتاخد لون ونقلبها بقى على الجهة التانية بتبقى فضيعة هيا كده خلاص عامل شكل لحمة مش عايزة تتاكل كده لحد الخطوة دي كده عايزة تتاكل من شكلها تحفة هنقلب بقى فيها كده ونشوح مش هنحط اي حاجة عليه غير يعني بحط راشة بسيتة من الفلفل السود بس بيبقى ريحته فضيعة وهي بتتشوح بيه هي هنا كده خدت فترة مش ان انا شوحت على طول بس عشان ما تقولش معكم الفيديو اه بعد ما نشوف تخلط في اعتبر كده دخلت في سواء اللون ده انا حبى اللون ده تشوح لما توصل للون ده اللون البني من قبل ما تحط بصل من قبل ما تحط اي حاجة احمرت من غير ما تتحرق طبعا اللحم اللحوم معنا فيها ديوت متتحرق شيء ممكن تاخد لون زيادة بس هننزل بقى بكمية كده مزبوطة من البصل تقطع بقى مقعبات تراشات بس ماينفحش يكون البصل بتاعنا مبشور وجايب المية بتاحت ولأ قطع كده زي ما انتم شايفيه انا برضو هنشوح فيه كده لما ينشف خالص ويتبل معنا وياخد لون هو كمان هنا كده بقى موضية نص معلقة من التهم المفرون نشوح بقى كله كده مع بعض البصل هياخد لون من اللحمة اساسا اللحمة وغدا لون قبل ما نحط على البصل جربت الطريقة دي وعمرك ما هتغيريه ما تحطش خالص البصل الاول وبعد كده تحط اللحمة لأ حط اللحمة وبعد كده البصل جابت خالت اللون شايفين اللون اللي هي وغدا ده من غير اي اضافات خالص لسه محطتش اي حاجة ولا اي منكهات هنحط بقى كده كوبية من المية يعني ان انا مش عايزة اسلقها ان يدوك مغطتش اللحمة اوي من المية نحط شوية مية لنها تبقى ايه تشرب منها تستوي من غير ما تكون مسلوقة معايا فاهمين قصدي اكيد فاهمين هنا بقى هسيبها تستوي براحتة وهنحمر البطاطس جنبها البطاطس نقطع مقعبات عادي خالص اي ونحمرها في الزيت هنديها لون بسيطة اصفر كده من غير ما ايه ما تاخد لون التحمير قوي بحس ان انت لما تحطها في الماء اللحمة بتبقى بتبقى مسكة نفسها بقى كل بطاطسية محتفظة بالقوام بتاعها ما بتتهريش بقى وتخلي الاكلة كلها بقى البطاطس مهروسة لأ بتفضل كل قطعة زي ما هي انت مقطعها مقعبة تفضل زي ما هي مقعبات هتروح ايه بقى تقلبي فيها كده لما تتحمر معاك يعني مش تحمر تستفر وتغضل انت حمير كلها تقلبي فيها بقى اكثر من مرة لانه الكمية كتير على الزيت بس كده ايه حمرت هخرجها بقى من الزيت ونشوف هنعمل ايه هنا بقى اللحمة بتاعتنا هورها لكم بعد ما استوت خلص ده طبعا عدى وقت همه هنا كده بقى اللحمة استوت وتحطت عليها آآ نص معلقة صغيرة من السكر بتسريع عملية السوع ده من الاول خالص للفلفل السود هتحط بقى عايز لتحط معلقة كبيرة من العسل السود شايفين حجم المعلقة دي مش معلقة اكل عادية دي معلقة كبيرة شوية عن تاع الابنRead معلقة عسل السود وتحط منكهات بتحت عايزة تحط حبهان لورا زي ما انت عايزة. بس اساسي معلقة العسل لسود. والفلفل لسود. نهرنا ابيض. هنحطنا تاني شوية كده برضو كوباية من المية. انا مش عايزة حط كمية المية كلها مرة واحدة من البداية عشان ما تبقاش زي المسلوقة. عايزها تشربها شوية بشوية. انا هنا زودت شوية المية عشان هحط البطاطس بتاعتنا. هي البطاطس من الزيت على على اللحم على طول. كل مكعبات زي ما هي من غير بقى ما تتهرس ولا اي حاجة من دي. هنغطيها بقى ونسبها مع نفسها. مش هتاخد عشر داية بالزبط. لان اللحمة بتاعتنا تعتبر السوية او دخلت في السوية اقول البطاطس انا حطها مستوية اساسا. السيل بتاعك بقى يعني المادة السوية اللي فيها ممكن تنشفي عن كده وممكن تخليها اكتر من كده شوية. حسب ما انت عايزة. هي بالنسبة لنا في المرحلة دي كده مزبوطة. مش عايزة سوية كتير وفي نفس الوقت مش نشفة خالص. لأ. اذا قلوك السيل بتاعها دا. يعني طعمه ولا اروع من كده. اطعم من البطاطس واطعم من اللحمة. هو البهريز زي ما بيقولوا. شايفين شكلها عامل ازاي? تحفة. انا بغير فقدامكم كده وعمل عشان ما ترش مسلا البطاطس اتهرت من التحمير. آآ لا اللحمة مش مستوية. لا والله. البطاطس هي زي ما انتم شايفين قدامكم. واللحمة واركن هي استوت خالص اه دايبة كده. والبطاطس كمان استوت من غير وهي محتفظة بقومها. دي اهم حاجة. خطوة التحمير. حتى البطاطس اللي عملتها معكم قبل كده طاجن البطاطس. اللي باللحمة المفرومة. حمرت البطاطس بتعفيرة كده من الدقيق قبل ما ما حطت فيها اللحمة او حطت عليها السلسة بتاعتها ولا اي حاجة. ادي الاكلة بتاعتنا كده خلصت مع رز بشعرية مع رز انا بصراحة بحبها مع رز المعمر. بس في اليوم ده عملتها مع رز بشعرية. آآ بيبقى تحفة برضو مع رز بشعرية. طبعا عملت معكم رز قبل كده اهم حاجة في الرز انك تشوحي فيه كتير قوي في المادة الدهونية بتاعتك زيز سمنة زيب ده اي حاجة بقى. اهم خطوة. بطلع معاك رز يعني مش عايز اقول لك كأنك محطش على مية. مفرفر خالص يعني بتعملي كده وتلميه زي ما بيقوله. تشوحي وتحط معاها معلقة من الخل مش هتبان خالص في طعم الرز بتاعك بس بتخلي رز طعم وشكل ولا اروع من كده. وبقى مفلفل معاكي مفيش مفيش حباية مسكة في التانية. يعني انا قعدت اجبس في كده عشان ياخد شكل القلب لانه كان مفرفر زياد عن اللازم. مش معاك بقى انك تحط المعلقة الاهمسكت في بعضها لا بالعكس. وبالفة هنا بقى للكلب. في بين شكلها عمل ازاي? لو عجبكم شكلها عملو اللايك واشتركوا في القناة. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.